أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زلت أطوف بحضراتكم في قضية استقامة القلب لابد من استقامة القلب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله آية أخرى طبعا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نسأل الله أن نكون من هذا الصنف أول حاجة شغالين فيها كيفية استقامة القلب القلب إما أن يكون قلب سليم وإما أن يكون قلب ميت والعياذ بالله ده خلاص بقى ده ما فوش حياة وإما أن يكون قلب مريض اتكلمنا عن خصائص وصفات وسمات القلب السليم ربنا يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة وكان لابد إن إحنا نتكلم عن القلب المريض وأمراض القلوب حتى نتجنبها إحنا لما بنتكلم عن أمراض القلب ليه بنتكلم عن الأمراض؟ عشان نتجنب الأمراض عشان الوقاية خير من العلاج فمن أمراض القلوب اللي عايزين لنقشها النهاردة مرض والعياذ بالله ربنا يعافينا منه اسمه مرض الشحناء الشحناء إنه يبقى فيه خصام فيه فرقة فيه تنازع الناس مش قلوبها على قلب رجل واحد رسول الله يعلمنا إن أول مجموعة هتدخل الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض مش زعلنين من بعض ما خصموش بعض ما فيش ما بينهم خصام وفي أول صورة آل عمران إحنا دايما بندعي ربنا لا تزغ قلوبنا الزيغ هو الميل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أصحاب القلوب السليمة ما يعرفوش الشحناء ما يعرفوش الخصام عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح الإمام مسلم علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الجنة يا رب يرزقنا الجنة إن شاء الله إن الجنة تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس كل يوم اتنين وخميس بتفتح أبواب الجنة فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله كل إنسان لا يشرك بالله شيئا ربنا يغفر له إلا رجلا أيوة كانت بينه وبين أخيه شحناء بتتخصم لي زعلن من بعض لي كانت بينه وبين أخيه شحناء إيه ليحصل لحضرات؟ فيقول الله تعالى لملائكته أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا هكذا جاء في الحديث تلات مرات يعني إيه؟ يعني الصلاة والصوم والزكا والأعمال اللي بنعملها لو فيه تنين زعلنين من بعض أعمالهم بيتم إرجاء قبولها لا استنوا مش هتقبل دي دي الوقت ليه؟ لحد ما يصطلحوا هما زعلنين من بعض ليه زعلنين من بعض مين السبب؟ مش مهم مين السبب مين اللي غلطان في التاني؟ مش مهم مين اللي غلطان في التاني المحصلة النائية ان في شحناء في شحناء ما بينهم ورسول الله علمنا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا انما لا احنا زعلنين لا احنا بنحبش بعض ما بفيش ايمان لن تؤمنوا حتى تحابوا طب ألا أدلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم ده النبي اللي بيقول كده عليه الصلاة والسلام اقولك على حاجة لما تعملوها يزيد الحب وينتشر الحب ويكون الحب بينكم بلى يا رسول الله دلنا ايه هو العمل اللي لو عملنا هينتشر الحب افشوا السلام بينكم ولا افشوا الشحناء ده في اتنين بيزعلوا من بعض مش بس هم بيزعلوا من بعض ده ده بيروح يجيب عيلته يزعلوا من العيلة دي يعني بنوسع الفجوة في حين ان احنا اعزاكم الله ده اللي عنده مشكلة في ثوبه نقول له تب الحق خيطها بقى عشان ما تتسعش مش كده ولا ايه ده اللي عنده مشكلة في اطار السيارة بتاعه بنقول له لا الحق الحم القطع ده او الشيء اللي حصل في الاطار في العجلة عشان ما يتسعش والعجلة كلها طبوز صح ولا لأ فهل من المنطق ان لو اتنين زعلوا من بعض نوسع الزعل نخليه على شريحة عريضة فييجي يقول لي اخواته ايه وقعد تكلمه فلان الفلان اصلا انا زعلان منه ويجي يقول لي اقريبه ايه وقعد تكلمه فلان اصلا انا زعلان منه هو الدين قال كده الشرع قال كده ده الشرع قال من اعانى على ظلم او اعانى على خصومة بظلم لم يزل في صخة الله حتى ينزع مين يتحمل غضب ربنا يا حضرات حتش يقدر يتحمل غضب ربنا سبحانه وتعالى عشان كده النهاردة بنقول انه في مرض متفشي عند بعض الناس اسمه مرض الشحناء بيخضب بسرعة مخصم الناس زعلان من الناس والناس زعلانة منه ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى كان احد الناس واحد زعلان منه فارد انه يصلحوا يعني فقال ابعت له رسالة اصلحوا بيها عارفين الرسيل مين فينا يعمل ده النهاردة لو حسنت انه واحد زعلان منك كده اكتب له رسالة على الموبايل بصورة مهزبة وابعتها له بالبلد يقول له والله انا ما اقدر استغنى عنك وانت حبيبي وانت 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 فزمان بقى كان الناس عندهم قواعد اللغة فهو صاحب زعلان منه فكتب له رسالة بيقول له فيها ايه يا سيدي عندك لي مظلمة فاستفت فيها ابن ابي خيثمة فانه يروي لنا عن جده ما قد روى الضحاك عن اكرمة عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة ان صدود الالف عن الفه فوق ثلاث ربنا حرمه بيقول له يا سيدي انا في مظلمة وقعة مظلمة وبعدين انت زعلان مني واحنا روينا عن رسول الله ان صدود الالف عن الفه فوق ثلاث ربنا حرمه ربنا حرم ان احنا نتخاصم اكتر من ثلاث ايام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك وخيرهما الذي يبدأ بالسلامة اشتركوا في القناة